فريق الوداد اضحى بهذا الفوز في الرتبة الرابعة الى جانب حسنة اقادير برصيد من تسع نقاط زينب الباري الوداد يؤكد الصحوة في مقدمة دورة السادسة الفريق الاحمر يعيش على ايقاع طفرة نوعية منذ تولي الزاكي مهمة القيادة فبعد حجز مكانه في نصف نهائي كأس العرش وتحقيق اخر انتصار امام الكودام فوز اخر الوداد هذه المرة امام نهضة بركان قد يعطي ابناء الزاكي دفعة معنوية وثقة كبيرة قبل لقاء الرجاء يوم الثلاثاء الهدف الوحيد في المباراة لم يتأخر الدقيقة الرابعة خطأ فادح في دفاع اصحاب الارض والاسم ويتيس يتكفل بالتسجيل بعد هذا الهدف ساد التكافؤ في مباراة الاخوة بالربح وجه لوجه لأول مرة هنا عبد المولة الاصغر سنا في اول محاولة حقيقية لنهضة بركان باقي دقائق الشوطة الاول كانت سجرا بين الطرفين محاولة هنا وهناك دون ان تتغير النتيجة الشوطة الثاني لم يختلف عن سابقه التكافؤ اداء ساد اللهم بعد الامتياز الخفيف لنهضة بركان الذي حاول تنويع حلوله الهجومية والاعتماد على التمريرات من بعيد امام الانتشار الجيد للوداد في وسط الميدان الضربات الثابثة والتمريرات الطويلة شكلت خطورة على مرمى الحارس المياغري لم يظل الوداد مكتوفا ليدين بل اعتمد على الحملات الهجومية والضربات الثابتة دون ان يبلغ مرمى محمدينة لتنتهي المباراة بفوز الوداد بهدف لسفر وثلاث نقاط من ثالث فوز يسجله الفريق في بطولة الموسم الحالي فوز قد يعطي الوداد شحنة من الثقة قبل المواجهة النارية امام غرمه التقليدي الرجاء ترجمة نانسي قنقر